اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكو. والنهاردة هنعمل الحلقة التانية من لعبة اترنيوم او لعبة الخلود. ياريت قبل ما نبدأ كده اي حد مش دايس على زرار المتابعة يدوس عليه وكمان نفعل زرار بتاع الجرس عشان يتابع الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنزلها من الالعاب كمان الجديدة اللي احنا غنبتدي نلعب. اه احنا قد نشوف نا في الفيديو اللي فات اه ببتدينا كده مع اترنيوم. والنهاردة هنكمل الحلقة التانية. وهنشوف اه المهمات. اه اول واحد هنروح ناخد مهمة كده من اه مورجن. مورجن ده اه بتاع الجواهر او او المجاهرات. اللي هنشوف بعد كده هو هنقدر ناخد منه مجاهرات ازاي? او هيقدر يساعدنا ازاي في موضوع المجاهرات. اه وبناخد منه مهمتين. اه مهمة هو بيبقى طالب اه مشروب معين. تمام? اه والمهمة الاولانية بيبقى عايزني اه ادور على اخوه والطمن عليه. اه فدول كده المهمتين انا باخدهم اه من مورجن اللي هو التاجر طبعا زي ما احنا شايفين في الشخصيات التانية اه دي برد من الشخصات المهمة اللي هي اه اللي انا. اه دي بتبيع خلطات. اه اه نقدر نتكلم معها يا دلوقتي مع عشو مهمات ولا نقدر نتكلم معها. اه بمجرد ما مندوس على اه الكلام معها ونقدر بقى نسألها مسلا اه قولنا تتكلمنا عن نفسها وتتكلم عن اه هي بتعمل ايه? او ايه موجودة هنا في في المدينة او في القرية اللي احنا فيها دي اه بتعمل ايه بالزبط? اه ونبتدي نعرف منها معلومات اكتر. اه عن اللعبة وعن المدينة نفسها عن الخلطات اللي هي باعها. يمكن احنا لسه دلوقتي مش هنشتريها ولكن. اه خلينا نلف لفة دي طبعا هنا لو اه الاصدقاء عندنا خايمة من الاصدقاء. فيه ده طبعا نقدر نبيع عنده اه هو تاجر يعني فنقدر نبيع عنده الحاجات. اه اه شفنا اه انجليد. اه انجليد دي برضو من الشخصات المهمة هي الحداد او الحدادة بقى يعني مش عارف. اه ده برضو تاجر بيبيع الاسلحة وبيبيع اه بيبيع ونقدر احنا كمان نبيع عنه. اه خلينا نروح نتكلم مع اه ده الشخصية الرئاسية اول اللي بناخد منه المهمات. اه بيشرح معنا دلوقتي ان احنا هنروح على حتة اسمها اندريا و هنروح اه نشوف ايه الخطر اللي موجود هناك. دي مهمة جديدة طبعا احنا خدنا اه المهمة المهمتين من مرجا. واخدنا المهمة من هنا لزمع عن دي المهمات هي اللي احنا لعبناها قبل كده. والمهمة دلوقتي اللي عندنا. اه اللي هيا رودو اه اندريا. ناخد بالنا ان هنا احنا بنلعبها في النرماء او في المستوى العادي فيه بعد كده المستوى البطولي وفيه المستوى. اه الاسطوري. ده ااخر واحد ولكن لازم نكملهم واحد ولا واحد يعني لازم نخلص كل المستويات في الطبيعي او في النورمال بعد كده نخش على المستوى اللي بعد كده اللي هو البطولي ولكن والاخير بيبقى المستوى اللي هو آآ هنا بيشرح لي ان انا كمان الرجل اللي معايا ان اقدر استخدم القوة بتاعته في ان انا آآ اهجم به على الشخصيات. وطبعا احنا شفنا العلامة بتاعتنا. وكده نقدر نهجم على بالشخصيتين بالشخصية اللي معايا والشخصية اللي آآ او بمهارات يعني انا والمهارات بتاعته. هنفتح الصندوق طبعا اي صندوق معنا. حين احنا خلصنا المستوى احنا ممكن نعلي بيحنا بنلعب. آآ اقدر اعلي انا معايا فتحة احنا بس للتعالية فخلينا نعلي القوة بتاعت الضرب بتاعتنا بخمسين آآ دهب. يعني احنا لسه معلاش كتير ولكن بعد كده الارقام كمان هتعلى. وآآ حتى لما نيجي نعليها في في المستوى هتبقى باكبر من كده. يمكن ناخد بالنا ان احنا انا لسه مستوى اربعة والشخصات اللي احنا ناجم عليها زي ما احنا شايفين كده ده مستوى خمسة. آآ وهو قوي ضربته قوية يمكن اتى للشخصات اللي معايا ولكن الشخصات اللي معايا شوية وهتزحى او هتفوق. آآ نبتدي كده نستخدم. ماشي. آآ المهمة بمجرد ما خلص. آآ او بمجرد ما اتناه ابتدى يفوق. زي ما احنا شايفين كده المستوى آآ بتاعنا مستوى القوة بتاعتي بتزيد. ولكن هنا انا اضعف من ان انا آآ يعني هو لو هجم علي ممكن الموتونة. آآ احنا لسه في الاول فاحنا هنسيبهم الموتونة كده. هما قاتلوا ماركوس هسيبهم الموتونة عشان نعرف الفروقات ايه او نعرف لما بيموت ايه ده بيحصل. آآ انا دلوقتي ممكن اعالج. ممكن اخد آآ مسلا تفاحة من هنا. تمام? لا انا مقصودش اكسبنت. انا كده اخدتها لازم نستنى ستين سانية عباد لما نبتدي آآ ناخد تاني. آآ او ناكل واحدة تانية. آآ في طبعا العلامات اللي احنا شايفينها تحت على اليمين. المفروض ان دي استخدمها في حالة ان آآ اموت او في حالة آآ ان انا خلاص القوة بتاعتي قلت. آآ احنا بنحاول برضو ايه? زي ما انتو شايفين كده سبناه لحد لما مات. آآ هنعمل بمجرد ما هندوس عليه ريزورات هيقوم تاني. تمام? وآآ يعني هقيل شوية بتاعتي. او خلينا نقول يعني مش خبرتنا هي اللي بتقلد احنا خبرتنا زي ما هي ولكن هو الشخصية اللي قدامنا. احنا كنا خلنا بالنا ان هو قبل ما نموت. كان فضل له ضربه احنا بس ويه آآ يموت. لما رجعنا لانها عالي نفسه شوية. آآ هي اللعبة برضو احنا لسه في اسهل مستوى. ولسه الشخصية بتاعتنا لسه ضعيفة. هي مش معمولة عشان آآ تبقى مستحيدة. آآ فهي احنا نقدر في المهمات العادية او في في المهمات بتاعت القصة نقدر نرجع تاني للحياة بسهولة. ومرات عدد مرات لا نهائي. آآ هنا دي الخريطة بمجرد ما بندوس بيتبالني الخريطة واقدر اتحرك عليها. آآ احنا طبعا معانا اكتر من مهمة فخلينا نروح احنا هنا ساعات بتبقى ليفضيه عليها آآ كلام ولكن هنا ما عليهاش كلام. آآ دا اللي هو آآ اخو مورجن اللي هو كان بيتطمن عليه هو كان آآ مزارع وكان عايز يتطمن عليه فاحنا آآ مفروض ان احنا آآ بنروح نتكلم معاه. وبيدينا مهمة تانية آآ بيدينا بيقول ان الادوات بتاعته آآ بغزت وابتدت هاي المحاصيل وتهاجم الناس. تمام? آآ والمطلوب مننا ان احنا نقتل سبع منهم. وآآ نرجع دي آآ او آآ اللي موجود. زي ما شايفين بقوا اصبحوا اربع مهمات معنا. دي المهمة اللي معنا. بنعلم عليها عشان نقدر آآ نتابعها. دي اهي هنا دول آآ الالات اللي موجودة هي دي اللي هو بيتكلم عليها. ابتدت تتجنن وابتدت آآ آآ تهاجم الناس فاحنا هنبتدي نضربها. وآآ دي بقى ناخد هنا من موضوع القصة احنا مش عايزين كل شوية نقعد آآ نموت ولكن للأسف آآ هو آآ ماركوس مات فللأسف احنا مبقاش حد يقدر يعالج معنا او يسنن معنا الضرب فاحنا هنحاول كده نموتهم هنحاول كده ايه ماركوس صحي آآ كده احنا لمينا اتنين من الشخصيات تمام ده اهو البروغرام او المعلومات بتاعة الآآ 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 اللي بايزة المطلوب مني ان انا ألم سبعة عشان خاطر نقدر نكولتو في حياة من هنا فيبتدي لما شايفين بتصرع العلاج بحيس ان احنا آآ القوة بتاعتنا او الهيلس بتاعتنا ما تنزلش للاخر ونبتدي بقى نهجم على دول آآ مش آآ زومبي يعني هو حاجة شبهنا للزومبي آآ ماركوس اهو كده عالي المستوى كمان وانا وصلت كمان للمستوى خمسة ماركوس هيبتدي يعلق بالمستويات كده مع نقول لما هو عالي بالمستوى او انا عالي بالمستوى القوة بتاعتنا ومستويات الضرب بتاعتنا عاليت زي ما احنا شايفين كده هنستمر نكمل في الطريق ده آآ دي نقطة ايه كمان واحدة كمان بقى معانا تلاتة ومعانا آآ ده جواب هنبقى نقراه بعد كده ولكن هنشوف دي القلاتة هي موجودة هي على اليمين هنحاول آآ نحرقهم برضو بحيث ان هو يبقى اسهل علينا قتلهم مش كلهم آآ بنلم منهم الحاجة اه هم اربعة آآ بتاعي لهم كده خلصوا بتاعي في قلات تانية ولكن احنا كده لمينا للسبعة احنا كنا معانا تلاتة ولمينا السبعة آآ او لمينا اربعة من هنا فبقى معانا السبعة وكده آآ برجع بكلم بولت وبخلص المهمة بتاعته اللي هو كان طالبها اللي هو عايز آآ سبعة من البرامج بتاعت الادوات اللي اللي بازت وهيدينا آآ ميت جيم وهيدينا آآ ميت نقطة من الخبرة آآ ده الهيلز انا اهو احنا كده لسه آآ ابتدينا يطلع علينا آآ فورست بوليت اهي او آآ او طلق التجميد والمكان التاني بتاعها بنفتحه بخمسة وعشرين طبعا انت شايفين اتنا معانا مية اربعة وعشرين فسهل ان احنا نفتح التانية ونبتدي نحطها التانية هتبقى بدستين هندوس بصفعين على الشاشة فيبتدي يضرب الضربة دي والضربة الواحدة هتبقى دهية النار. لما زي ما احنا شايفين فوق كده سبع او سبعين هما دول اهو بيشاولي حتى ان انا عايز اعملها بعملها بالاتنين. تمام? غير التانية اللي هي بواحدة بس. وآآ دول يمكن الضربات دي بتبقى سريعة في الشحن بتاعها او ان هي ترجع تاني. تمام? احنا هنحاول نوقف من ورا كده ونضرب من الضرب سواء بضربة او بضربتين. وحاول كده نقتل ندول بسرعة. معنا لسه ماركوس. ماركوس ما يحاول يضرب. تمام? احنا كده كنا وقفين مستخابين ولكن خلونا الضربة. بتاقي الدربة دي اقوى من آآ اللي هي الفروست آآ او طلقت التجميد دي. بتالي اقوى من العادية بتاعتنا بتاعة النار. فاحنا هنحاول نستخدمها. حتى قبل ما نقلص الحتة دي. ما كده دي اخر الخريطة زي ما احنا شايفين كده الخريطة قفلت من ناحية دي. فاحنا كده آآ جينا كمنا الباقي بس آآ قتل باقية الشخصيات اللي موجودة او باقية الآلات اللي بايزة. وآآ هنرجع تاني طبعا السنة دي اللي بيبقى فيها ذهب. احنا كده كده شوية وهيبقى معانا ذهب كتير وهيبقى معانا آآ آآ طبعا انا اقدر اكتكلم مع اقولت اي حد موجود هنا من الشخصيات اقدر اتكلم معاه ولكن كده كده المهمة بتاعته خلصت وخلص كده اطمنت عليه هارجع اقدر اروح لي آآ آآ مورجن اللي هو الجواهرجي واروح اقول له آآ اطمنه على اخو. آآ كنا بنقول ان آآ شوية واللحب والجمات هتكتر وهنبتدي نفتح بقية الاماكن آآ بتاعت التعويز اللي في الشمال دي. هنبتدي نقدر نفتحها. آآ وهيطلع علينا آآ تعويز جديدة وتعويز اقوى من اللي عندنا. واحنا كده كده بنقوي في اللي موجود. وآآ احنا هيبقى معانا تعويز كتير وهنبقى بنختار منها عدد آآ العدد اللي احنا آآ نقدر نستخدمه. طبعا احنا بحاول استخدم على قد مقدر التعويز على السنة هي الاقوى او هاي اللي بتأثر. آآ لان لسه برضو احنا معلناش آآ التعويز بتاعتنا. آآ احنا دلوقتي بنحاول اهو نلم المشروب بتاع آآ مورجن المهمتين هو كان طالب مني مهمتين زي لو نفتكر كده كان طالب ان انا اطمن على اخو. والردي احنا اطمننا على اخوه. وآآ ساعدناه كمان في مهمة ان هو يلاقي البرامج بتاعت آآ الآلات اللي بايزة. والمهمة التانية بتاعت آآ مورجن ان انا آآ ألمله عشرة من المشروب في الطريق. الشخصية دي قوية جدا او آآ بتحرف علينا آآ نار كده من السماء فنحاول نقتلهم بسرعة. النار بتقصر فيها جامل جدا وفي واحد تاني واقف وراه بيحاول آآ يعمل مش عايش يشتغل اللي هو اللي تحت على على الحاجات اللي في الشمال دي. آآ عفوا في اليمين اللي هي العلامة الاكبر من علامة الدابليو. كده انا كلت تفاحة لما دست الدابليو كلت تفاحة. فزي ما احنا شفنا ابتدت تعاليقنا. وهي دي بقى الفكرة في استخدام الحاجات دي. ان احنا كمان نقدر نعالج ببرضو بشكل العلامات اللي موجودة. فبحيس ان احنا نقدر اه دي ده الشخصية دي اللي هي آآ ده عمال يطلع شخصياته بيحدف نار من السماء وكل شوية طلعاتي شخصية آآ آآ اعمل آآ او يعني ابتدى اضرب فيها وزي ما احنا شايفين ضربته خوايا جدا. وهنحاول نموته كده. وبيحاول برضو يضرب نار. او يرمي نار من كده احنا قتلناه الحمد لله. والنقاط في الحمرة بقى اللي بتقعد ايه احنا كده. ماركوس صباح الفل عم ماركوس. انت يعني كنت نايم. كان نايم. انت هنسى ابني بضربه. ومريح هو شوية. عبال لما يفوق. آآ لسه طبعا لسه في الاول فما عايش يعني استحملونا كده في اول كم مرحلة. آآ عبال بس لما نخش نبتدي نقوي الحاجات بتاعتنا. دول بقيت الشخصيات اهول اللي كان الساحر اللي كان موجود كان طلعهم ولكن يعني ما كانوش جون ورانا. هنا حدد دلوقتي لمينا اربعة من الفطر اللي موجود ده. طبعا اي حاجة من هنا مش موجودة معنا في اللبس ناخد بالنا انها بتزود من تحت. دي اقوى فهنبتدي ناخد الاسطحة الاقوى. دي كده لمينا المشهرم آآ رقم خمسة. هنحاول كده برضو نخش مع ماركوس آآ الشخصية دي قوية آآ بيبتدوا بقى زي ما احنا شفنا كده ممكن يجري ناحيتي بيقع بيرسم سهم على الارض ولكن الموضوع آآ بيبقى صعب ماركوس اهو وصل لمستوى اربعة دي برضو اهو ده بيرمي كزا سهمة مع بعض فناخد بالنا من الحاجات دي نحاول آآ ما نستخدم يعني ناخد بالنا في اللفاع ضدها بحيث ان هي ما ما تقتلناشش على طول. وطبعا كده نستخدم البتاعتنا وبتاعة ماركوس الاتنين وارة بعض بحيث ان احنا نقتل المجموعة اللي موجودة هنا. كده احنا لمينا ستة من المشهرم آآ في هم الشخصيات دول يعني مش مش اقوية قوي آآ رقمات الاسهم اللي هما انا اقدر شفته شفته احنا ضربناهم منين ضربناهم من بعيد خالص وفي حاجة از ما بيننا فنقدر آآ كنا نقدر نضربهم من بعيد بحيث ان هما برضو الاسهم بتاعتهم ما تأثرش فينا. اه احنا انا هنعكس دول بحيث ان احنا الضربة انا بتغالي الضربة اللي هي آآ ضربة الثلج دي اقوى زي شايفين كده اتاليته في ضربة واحدة. فآآ نبتدي نستخدمها هي تبقى اسهل بسبعة واحد بدل ما ندوز على طول نفضل نبقى ندوز بسبعين ونستخدم دي بدل آآ نقدر نعكسهم طبعا نقدر نشيل واحدة لسه بعد كده شوية هنفتح بقية الحاجات فنبتدي آآ نستخدم التعويز اللي احنا شايفينها اخوة نبتدي نستخدمها وتبقى هي دول اللي معانا. آآ السنة دي طبعا بنفتحها. آآ ده اقل في القوة ولكن خلينا ناخده هو اقل في في التدمير ولكن اقوى في الدفاع. آآ بقية الحاجات يمكن اقل متعودين كده ده معمولة احمر يبقى آآ مش قوية. ودي هو هنا الجولي على طول ولكن ده برضو معهم الشخصية الساحر اللي هو بيتضلع آآ بيتضلع آآ هيكل عزمية تانية نحاول ناخد بالنا ناخد كده تفاحة على طول خلصنا تعودنا دوسنا عملنا اللي هي كده بالانجليزي وآ آآ قدرنا يعودها الساحرة هوقت تانية كده قدرنا ناخد ناخد التفاحة التفاحة بتعالج على طول فبرضو بحيث ان احنا آآ ما نتأثرش جامد كده احنا رمينا العشرة آآ الفطر او المشروم وكمان علينا آآ هنا آآ كرة النار نقدر نعليها الاربعة ولكن خلينا بقى نعلي آآ دي بصوا بتعمل ربعمائة وعشرين من طوة السلاح يعني دي اخوة من آآ التجميد دي اخوة من الكرة بتاعت النار آآ فعشان كده يمكن لما استخدمناها خليناها هي اللي موجودة او هي اللي احنا بنستخدمها اسحل بازرار واحد بازرار واحد بس نقدر ندوس دوسة يطلع آآ صندوق هنا خلينا نفتحه آآ لما ندوس بازرار واحد يقدر يهجم الهجوم ده آآ ابتدينا نقتلهم اسرع تعالوا نبص كده الناحية دي في صحرا فانا خبانا من الصحرا ولكن برضو ده موضوع فارق يعني لما استخدمنا القوة دي الموضوع فرق زي ما احنا شايفين كده كل شو نبصها الخريطة نشوف آآ نهجم على دول ولا دول خلينا نهجم على دول الباقي طلع ماركوس هاي لما جينا نعملها الشكل ما كانش مضبوط فآ ما تعملتش الخاصية بتاعة آآ ماركوس او التعويزة بتاعة ماركوس ما تعملتش فانا خبالنا برضو من شكل آآ الرسم نفسه بيفرق كده احنا عدينا الحتة دي وآآ هنا ده صورة اهو او حاجة مكسورة فهنكمل بقى كده ولا نخلص الناس اللي فوق دول للاول ولكن نستنى هنا اهو عملنا الشكل ونقدر نخلص دول بسرعة الديفنينت اهو آآ طبعا يعني هو يعني منتقم انا مش حايفه هو منتقم من ايه هو اصلا جاك لزومبي خالص آآ بس ولكن شكل مختلف عن الهايكال العظمية اللي موجودة دي آآ فآ مش حايفه هو جاي انتقم من ميه بسه ماشي ما علينا خلينا كده نكمل نشوف الصندوق ده طبعا انا مكان ما مساحة التخزين عندي لسه هنطورها هنكبرها آآ لان في حاجات بعد كده احنا هنبتدي نفتح زي ما احنا شايفين كده دي الخريطة اهي كده خلصنا الناحية دي دي كلها وهنبتدي نعدي الطريق ده والسهمة كل موجود على الارض ده بيشرح لي ازاي اتحرك ودي كده نحاول نخلص بسرعة يحس آآ ولانا ولا مركز نتأثر دل طريق اهو نحاول كده نجيب على دول خلص عليهم طبعا اه احنا بصلناه مستوى خمسة وقررنا على مستوى آآ ستة ممكن ما فيش حاجة آآ من اللي معانا اقوى آآ طبعا الخبرة نقطة الخبرة موجودة تحت اهي ازاي ما احنا شايفين الوقت الالف خمسمائة وسبعين من الف سبعمائة وخمسين مطلوب مني الف سبعمائة وخمسين باقت الف خمسمائة وتسعين الف وستمية كل لما بنقتل بيبتدي القوة تزيد ونجربة من الاعداد اللي تحت ده بيه آآ بنخش على المستوى اللي بعديه طبعا المستوى اللي في الاول بتبقى آآ آآ صغيرة او النقط بتاعتها صغيرة كل لما نزيد هنزيد النقط آآ دول هنا هوا يعني مستهلكين جامدين مستهلكين استهلكوا مني آآ كمية كبيرة وادي اهو كده انا وماركوس انا وصلت ستة ماركوس وصل خمسة فبرضو الكويس آآ في حاجة دي برضو مش معانا زي آآ بتلبس في في الايد كده على الدراع آآ بحيس ان هي تحميه طبعا احنا كل ده هنمليه ان شاء الله وكده احنا وصلنا اهم دول كده اللي احنا شايفينهم البوس او الملك اللي في الحتة دي آآ خلينا هم اقوية ومعهم ساحرة هون وبيضربوا بيجروا بيجروا ناحية تيه طبعا الضرب بتاعهم ده احنا نحاول نتفادى الضرب ده ماركوس انا بتقالي ماركوس مش هيكمل معانا ماركوس هيموت مازلين ماركوس وقالين بيضربوا فيه عشان ده حالة ماركوس خلينا انا هاضربهم من هنا هماشي هنهم يجروا علي انا شوية وبطقوني واضح ان السحر السحر اصلا كمان بيعالج فكده احنا قتلنا واحد حاول نقتل التاني ما عايز اقتل السحر الصراحة ولكن نخلص بس على دول وورده كده نبقى ضربنا السحر خلي السحر وراه ماركوس وقع ماركوس وقع رجالة رب ناستر وما حقا نقتل دول الله نقتل السحر السحر واللي جاي فوشي نقتله احسن عم خلاص بقى انت فضل لك ده اول حاجات متعمات اهو هلجينا بقى نضرب ده ماركوس ما بيصدق يسيبني فسط الضرب واول ما هنخلص يقوم ايه جاي لجاري ثم كده خلاص ثم كانوا الاتنين دول وكده آآ خلصنا خلنا للجماية كده توقع على الارض وناخد بقى للسندوق اللي موجود وكده احنا خلصنا المهمة بتاعة الطريق ايه ده آآ انديرة والمهمات ايه موجودة دول اللي ههم محتاج اننا نرجع ودول برضو لمت له العشرة وده آآ كده آآ اتطمنت على اخوه فهارجع الدول التلات مهمات بمجبار ما يخش فيه البورتل ده هنروح لحد هناك نروح نتكلم مع الاول ناخد آآ نتطمن خدنا جماية وخمسة ميت قولت والف ميتين وخمسين خبرة الخبرة هاي هتبتدي تملى العداد اللي تحت آآ نروح نتكلم مع مورجن آآ مورجن معه مهمتين مهمة آآ تطمن فيها على اخوه آآ اللي هو يعني مسميه درعي في الشمال تمام؟ وآآ في كده المهمات اهي ده ده كتاب كده آآ تعويس آآ مجلد كده باخده وطبعا ده الخاتم اللي خدته تمام؟ آآ ده هو بمجرد ما بخطه معي بيبتدي آآ يقوي ده بيزود القوة بتاعة الضرب بتاعتي او الضرار بتاعي بيدوني مهمة جديدة ان انا اروح طبعا انا بألم الحاجات او الانجازات اللي انا عملتها آآ اقتل ميتين وخمسين واحد اقتل خمسين آآ آآ سكيلتون اعمل آآ خمسين الف آآ ضرر آآ ناخد الصندوق ده برضو كده كده فيه صندوق آآ بيجي ان كل يوم هو هنا الايام ماشية بايام الشهر آآ انا بس اخدنا الصندوق اهو وهبتدي اروح عنده كل حاجات المستوىها الليل او كل حاجات الضعيفة هبتدي باعها فهبتدي ااخد آآ دهب واحد الحاجات بتباع فيها حاجات عشان مستوىها ضعيف شوية فهتلاقها بتباعها باتنين وتلاتة وحاجات كده وده الصندوق الصندوق بتاعي آآ بيتفتح من بعد مستوى اربعة فانا كده كده قدرت افتحه دلوقتي وقدر اوسعه انا معي افتح رقم واحد ورقم اتنين خلينا نفتح دي نشوف آآ هنلاقي في حاجات يمكن حاجات كلها مستوىها كويس فقدر استخدمها على طول آآ نفتح كده نبتدي نشوف بقى الحاجات يعني دي اقوى من معي او دي مش مجادش معي اصلا دي مسلا الاقوى من اللي انا لبسها الايد فانا ابتدي ايقلبسها ده برضو الحزاء او الجزمة اللي معي اا دي اقوى ودي برضو آآ دي اقوى من اللي انا لبستها فناخد دي وزي ما احنا شايفين كده العلامات تحت بيبتدي بيرفع وبيقولك زائد او ناقص ايه اللي زاد آآ بقية الحاجات كلها بدام محمرة كده يعني معناها ان هي اسوأ من اللي معاية آآ ده طبعا بتاعت الاريون فانا مش عارفها قربيها ولا ايه ولكن هي اضعف من اللي معاية انا كده كده شوية وهلاقي آآ اسلحة تانية فنبتدي آآ ندوس بمجرد ما بدوس دوستين كده على الحاجة بتبتدي آآ تبايع هنبيع كمان بقية الحاجة كلها معنا هي هي مش الفكرة في الفلوس على قد آآ ممكن ناخد دين تخليها معنا احتياطي ممكنها معنا تتكسنوا على اي حاجة ده جواب كده آآ من آآ شخصية اسمها فنبتدي نقراها آآ ده جواب كده بيشرح حتة في القصة جاي من آآ بروفيسر آآ اسموه يشرح له فيه عن آآ اكاديمية الفلسفة وان في مجموعة من ناس آآ ابتدوا آآ يخرجوا عن قصة انهما بيدرسوا فلسفة وابتدوا يآآ يطولوا دقنهم وراحوا قاعدوا في آآ في مكان وابتدوا ان انهما لا خرجوا عن القصة اللي هما بيعملوها هنفهم آآ قدام شوية القصة وآآ بيشرح له يعني ان الناس دي بقت آآ ما بقتش زي ما هم متوقعين جايين يديسوا فلسفة آآ دي كده المهمة التانية المهمة التانية مع مورجن آآ بيدينا آآ الطبق ده ده طبق آآ يخني ماشروم كده او آآ شربة ماشروم ودي بتزود الخبرة ولكن احنا مش هنستخدمها للوقتي احنا هنقدر نشيلها ولكن تخليها معنا نبقى نستخدمها في مرة واحنا رايخين المهمة آآ فاحنا كده دي المهمات اللي احنا خلصناها احنا الفيديو طول عن الفيديوهات العادية اللي احنا بنعملها نحن بنحاول نعمل الفيديوهات دايما ربع ساعة لتساعة ولكن الفيديو ده يمكن طول آآ دخل في نقص ساعه آآ آآ وحنبتدي آآ نطور الحاجات اللي نمعانا وآآ آآ بتقلي كفية كده على الفيديو عشان ما يطولش اكتر من كده رب يكونوا الفيديو عجبكم وما تنسوناش في الدعم تدوسوا على زرار المتابعة او السبسكرايب كمان تفعلوا زرار بتاع الجرز واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة من اتريوم او الخرود وقناتكم وزيب شنجي مرزولد